أكد العهد الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية تحرق المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وخلال لقاء سلطان عمان هيثم بن طارق أكد الذعيمان على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وتكتيف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى جميع أنحاء القطاع دون اعتراض أو تأخير هذا وشدد الزعيمان على أهمية إيجاد أفق سياسية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ودعم الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية